تاكسي وداعا للأبيض والأسود لون تاكسيات القاهرة منذ زمان بعيد والتي ستتلون بالأصفر مثل تاكسي العاصمة التغيير الذي سيلحق بسيارات الأجرة في إطار مشروع جديد لمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارتي البيئة والمالية لا يقتصر فقط على تغيير لون السيارة وإنما يهدف لإحلال وتجديد سيارات التاكسي القديمة لتتواكب مع قانون المرور الجديد الخاص بحظر سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على عشرين عاما مع منح أصحاب السيارات مهلا لمدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وقد بدأت وزارة البيئة في تلقي طلبات السيارات القديمة كمرحلة أولى الحكومة بتدي دعم نقدي للسيارة الواحدة عشر تلاف جنيه شيك بيطلع مع شراء السيارة الجديدة واتفقنا مع أحد المنوك الوطني أنه هو يوفر القرد بأقل ضمانات ممكنة وبأقل فايدة ممكنة بحيث أنه هو نساعد السواء بأنه هو ياخد عربية جديدة ويتخلص من سيارته الأديمة ويقدر بدون أعباء إضافية تفقله وبالتالي يتعصر في السيارات ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل لمدة ثلاثة أعوام يتم من خلالها تبديل جميع سيارات التاكسي بأخرى حليفة صفراء واحد مالك سيارة وهو عايز برضو يحدث التاكسي بتاعه فمش هنحرمه من هذه الميزة فهيغير التاكسي بتاعه باللون الأصفر ولكن هنميزه بعلامة مميزة علشان يتعرف أن ده تاكسي أفراد وليس تاكسي يدبع شركة لاقى المشروع استحسان بعض سائق التاكسي في حين اعترض البعض الآخر خوفا من ضخامة مقدم وقسط التاكسي الجديد والله كويس بالصراع وموضوع الإصاعة لأنه هيكلفه الناس السيارات كديرة غير البندرة حضرتك والتاكسي زي ما هو لا ملاش مية مية دخانة ولا حاجة وعربات نتيبة جدا جدا والله ده أفضل للزبون وأفضل لنا في الوقت نفسه واغدبالك على أساس أن الجو حر واغدبالك وفي الوقت نفسه كل العربات الغير مكيفة مشكلة ديت 5 صبعين بس حالتها ما شاء الله كويس بس هدعت خلاص الدين القديم هخش في دين جديد موضوع الإصد ده بس اللي شوية ما نعرفش بيقوله ممكن يبقى 600 يبقى 700 فعند تعرف اليومين دول الشغل على قد مشروع كويس بس هيوقف حال لا أبدل إيه أصدتها وجبتها واشترتها وكيشتها وتعبت فيها بزي تتخذ مني يعني مش هيليك موضوع الإصد مسلا في إصد لا لا مش إلي ولا أيا حاكل عجل أريس يعني شار العربية دي 80 ألف دفعت 40 وعليه 40 لما ياخدوها هيدون العربية تانية جديدة وادفع إصد مش عارب يعني ما يسيبوناش لبطوع الصلاة والمعارض بيبيعوا العربات ب120 ألف و130 ألف لا يدعموها من بنك ناصر قوي حاجة إن أنا راجل غلبان حرام يعني عربية بتأكد عشبتين يدمروها ويولعوا فيها عشان يدون العربية وراء مش هتعطل كل شوية وكل أسبوع عند المكانيك يقولون على الأقل هقعد سنة أو سنتين ما عملش هي حاجة يعني مثلا يغرموني 60 و70 ألف جنيه بيبقصات علي للدنوك والعجزة كيلة عشان يعملوا البندرة صح اللي هي المفروض بأفصل حي يتم تطوير التاكسي من خلال تزويده بتكييف وبندرة إلكترونية تبدأ من ثلاثة جنيهات ونصف للكيلو الأول وجنيه وربع لكل كيلو تالي أما الركاب فرغم إعجابهم بفكرة التكييف والتحديث إلا أن البعض وجد المشروع والتعريف الجديدة غير مناسبة لظروفهم الاقتصادية والله عشان مضطروا وعايز منستعجل على شغلة هركب طول ما بنلاقي خدمة كويسة عما تنفق أي خدمات في الدولة يعني أكيد هنبقى متندفع للحاجة فيها وإحنا مستراحين يعني كيلة وثلاثة جنيه ونصف ويتنزبون بيكوها حجاز يعني بنزق ثلاثة ونصف كبداية لا تبقى اثنين جنيه كبداية وخمسين قرش في الكيلو حسب المشوار لو مشوار قريب هركب المواصلات العادية لو مشوار بعيد هركب التاكس ثلاثة جنيه وثلاثة جنيه ونصف مش غالية لأن البنزين غالي دلوقتي الله اللي اعملوا مع البلد غالية غالية يعني وتفع إيه يعني ثلاثة جنيه ونصف طب وإحنا قفضنا كاما عشان هتفع بندقنا ثلاثة جنيه ونصف ده غير المشوار هو لازم يدعم حضرتك الموضوع ده بالنقل العام يوسع دائراته شوية والمشاوير الصغيرة مش هتكلف أكتر من خمسة جنيه ستة جنيه ثلاثة جنيه ونصف يعني الواحد يركب مشوار بتلاتين جنيه واربعين جنيه انتو ايه رأيوكو في الموضوع مش هاي اللي رأيينو في حد يوفق على الكلام ده بغض النظر عن لون التاكسي أبيض في سوي أو أصفر بتكيف أو بدون تكيف فالمهم في النهاية مراعاة الظروف الاقتصادية للصائق الذي قد لا يستطيع دفع قسط التاكسي الجديد وللراكب الذي قد يكون ليس لديه الكدرة على دفع هذه التعريفة ألاق جويش العشرة مساء بغض النظر عن الفكرة وعن تطبيقها ليه دايما بنسيب الكائن الأصلي أو الحصان ونمسك في البردعة بمعنى أدق حل مشكلة النقل يبدأ من النقل العام في أي بلد في الدنيا المفروض أن المواطن من حقه نقل عام آدمي ومريح ويحترم كرمته للأسف ده مش متوفر فالناس بتضطر تركب تاكسيات التاكسيات أساسا أحوالها زي ما بين في التقرير وزي ما حضراتكم عارفين أقل من المطلوب يعني الأول نحل مشكلة النقل العام اللي هي تساهم في حل مجموعة من المشاكل على رأسات الزحام وعلى رأساتها تحكم أصحاب التاكسيات في الركاب يعني ليه محدش بيبصر منظومة النقل العام اللي عايزة تتعاد وتتشكل من أول وجديد يعني عايزة تتنسف وتبتدي من أول وجديد على وزن يعني أنسف حمامك القديم على كل فيه تفكير في تغيير التاكسي على النمط اللي حضراتكم شفتو في مصر الجديدة دايما مصر الجديدة بقى فيها كده لفتات جديدة بمعنى أنه من أكتر من سنة ابتدت في مناسبات وفي بعض المهرجانات يقوموا يقفلوا بعض الشوارع الرئاسية في مصر الجديدة ويحاولوها لشوارع للمشاو كانت بتلقى ترحيب كبير جدا الموضوع بقى منتظم يعني كل يوم جمعة منطقة الكربة شارع بغداد يتقفل ويبقى للمشاوة فقط والمشاوة غالبا أبدعوا في هذا الشارع عندما أغلق عليهم ولم يبقى أو يتبقى أي مركبة تمشي فيه الكربة للمشاة فقط فالفكرة التي أطلقها مهرجان الكربة الثالث قبل شهرين بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على إنشاء مصر الجديدة والتي حملت شعار عالم واحد من أجل السلام عادت لتتكرر من خلال تحويل الكربة إلى شارع مشاه كل يوم جمعة فقد قررت محافظة القاهرة إغلاق شارع بغداد بالكربة طوال اليوم وإخلائه من السيارات لتتعدد الأنشطة التي يمارسها زوار الكربة في هذا اليوم بين الرسم على الأسفل وتنظيم المعارض والتجول في الأسواق والمكتبات الأولاد بيرسموا بيطلعوا حاجات جواه ومنعودوا خطتها ما حدش بيقول لهم بتعملوا إيه فيه حرية عندهم شوية لسه جاي من شوية فعاديم نرسم لسه وبعد كده أكيد هنعمل لوحة كبيرة كده هنرسمها على فرح وحاجات نفسنا نقولها للناس يعني حاجة نحن كده كلنا شابه بعدين مع بعض بيرسم نعمل مكتب أسماعنا كده حلم يعني يوم جميل وكده ظريف يعني ويريت يفضل كده على طول يعني واقتراح كويس ويريت يفضل على طول يعني بس لنا يعني تمسي في شارع براحة بحرية كده عادة من الشارعتي وأزحمها بس دلوقتي أنه أنا قدر أحرك براحة يوصي صحابي وكل كام أحسن ما نجمع فيها حتى تتنى استعدادا لهذا اليوم يتم أخلاق الشارع من السيارات وهو ما يراه البعض سببا في أزمة مرورية في حين يراه آخرون فرصة للاستمتاع بشوارع مصر الجديد هي بالنسبة للأولاد حاجة كويسة بس بالنسبة طبعا للمرور وعوامل المرور طبعا متبعها أكبر جدا بس فهي لو تتنظم بالنسبة لأن هما يخصصوا معيد محدد للعربيات إن هي تبقى متواجدة فيه في معيد وخدابالك بالنسبة لي طبعا أفضل كويس قوي لو عائد لو هو في وسط الأسبوع نميب الجوامعة ده أصبح أجازة فبالنسبة لحاجة جديدة في مصر ما لفتش كتير يعني ركمت على طور بس لكي تجاية بدري شوية بس لا حاجة it's so fun أصلا وكل ناس مبسوطة وبنامل حاجات لذيذة يعني وبالنسبة لنا حاجة كويسة جدا لأنه بيبقى فيه حرية أكتر في الشارع من غير أي عرويات وفيه عجل فموضوع حلو قوي بالنسبة لنا لا مش عائق ولا حاجة هو كويس جدا يوم زريف نعم فيه حفلات وبقى فيه نشاط كتير قوي وعادي فيه طرق عاملين يعني ممكن نتصرف فيها بالصراف المرور تصرف يعني عجبني فيه كل حاجة والبنات والأولاد ورسم التبشير بالعكس حاجة حلوة وفكرة كويسة ويريد تطبق على كل حي بقى يعني مثلا جمعة هنا جمعة يبقى في حي تاني أو في شارع تاني حية جميلة يعني أنهم يعملوا كده في يوم تحس إن الناس نازلة تتمشف يعني كده أحسب من الزحمة اللي في البلد تحويل القربة إلى شارع مشاه ولو ليوم واحد فكرة يراها الكثيرون فاستحق التقليد في كثير من شوارع وأحياء مصر شرفة ليه حسيت إن لسان حال الناس اللي موجودين في الكربة من غير عربيات بيقول زي ما كانت بتغني مكدرومي في فيلم العصفور الشارع لنا إحنا لوحدنا والناس التانيين دول مش مننا إحساس إنهم بيمتلكوا الشارع وبيستمتعوا به شيء إيجابي للغاية بعد الفاصل هنكون مع المدرسين ومشاكل المدرسين